وقف حازم ووعيد بالضرب من حديد هذه هي الرسالة التي أرادت وزارة الداخلية في مأرب التأكيد عليها خلال زيارة ميدانية لعدد من القيادات إلى نقطة الفلج بمحافظة مأرب النقطة الأمنية التي شهدت مواجهات دامية بعد اعتداء مسلحين قبليين وأسفرت عن مقتل خمسة من الجنود واثني عشر مسلحا اللجنة الأمنية في اجتماع طارئ عقدت في المحافظة أكدت أن العصابة المسلحة كانت على متن خمس سيارات وباشرة الهجوم وإطلاق النار على أفراد النقطة وكيل وزارة الداخلية لواء محمد سالم بن عبود اعتبر موقف جنود النقطة في التصدي للمسلحين عملا بطوليا وهو تأكيد على حق الدولة في بسط نفوذها نحن معكم وبكم سيتحقق الأمن والاستقرار أنتم تاج رأس محافظة مال الذي يحافظ على الأرواح والممتلكات والحريات مدير شرطة مأرب العميد عبد الملك المداني اتهم العصابة المسلحة بالمتاجرة بالممنوعات ومحاولة بث الفوضى في المحافظة متوعدا بالتصدي لكل هذه الاختلالات ومتابعة المتورطين في الهجوم قد تبدو حادثة النقطة الأمنية في مارب اختبارا غير عصير بالنسبة للشرطة ووزارة الداخلية لكنها تثير تساؤلات عن قدرة السلطات الأمنية في مواجهة المظاهر المسلحة التي ازدهرت مع استمرار الحرب وتأخر بسط نفوذ الدولة في المناطق المحررة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر